قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقام بمعرض الأعمال الخاصة يتدلك ضمن فعليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة بشرم الشيخ تحت عنوان بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة وتم خلال الزيارة استعراض موجز عن منظومة الإجراءات في الهيئة ومؤشرات الأداء فيما يخص تطوير الخدمات للتيسير على المستثمرين وخطة عمل الهيئة في ضوء التكلفات الأخيرة لدولة رئيس الوزراء وما يتم من مجودات لميكنة الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر فضلا عن موقف الأعمال بمشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة